وفيما يلي بعض أهم الأحداث العالمية التي وقعت في الثامن والعشرين من أكتوبر ففي عام 1776 وإبان حرب الاستقلال هزمت القوات البريطانية في معركة وايت بلينز الجيش الأمريكي بقيادة جورج واشنطن وفي 1831 كشف العالم الإنجليزي مايكل فارداي عن أول محرك كهربائي عبر دبنجي الكهرباء والقوة المغناطيسية في 1886 أضيئت امثال الحرية لأول مرة في مدينة نيويورك وكان هدية من فرنسا في 1913 انطلقت حركة الترام الكهربائي في فينيتسا وكان بطول ثمانية كيلومترات ونصف من محطة القطار إلى صالة الألعاب الرياضية يحتفل اليوم في أوكرانيا بيوم التحرير من الغزاة النازيين وتم ذلك في 1944 حين استعادت القوات السوفيتية أوجهرت في 1962 أعلن نيكيت تخروتشوف تفكيك الصواريخ السوفيتية في كوبا وفي 1962 أيضا تحقق الاستقلال الثاني للجزائر وهذه المرة باسترجاع سيادتها على التلفزيون والإذاعة الوطنية في 1967 تولى ميخايل جورباتشوف منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي وفي 1989 اعتمد البرلمان الأوكراني قانون اللغات في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية محددا مكانة اللغة الأوكرانية لغة رسمية للدولة من موليد هذا اليوم مايك يوهانسون الشاعر الأوكراني ومؤلف روايات المغامرات الذي أعدم أثناء حملة التطهير الستالينية وفي 1955 ولد مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة بيل جيتس وولدت في 1967 جوليا جوليا روبرتز الممثلة الأمريكية صاحبة الابتسام الأجمل والأجر الأكبر في العالم والفائزة بجائزتي الأوسكار والجولدين جلوب اشتركوا في القناة